سأبدأ بضيفي من القاهرة سعادة اللواء الشام الحالبي يعني الفكر التكتيكي الغربي أصلا بيعتمد في نجاحي على امتلاك السماء كما يقال في الحرب الأوكرانية السماء تقريبا ليست مع الأوكران فكيف لهذا الفكر الغربي أن ينجح في هكذا معركة يا سيدي والحقيقة الفكر الغربي والشرقي الاثنين بيتفقوا على أن يجب أن يكون هناك غطاء جوي لأي قوات بتتحرك على الأرض أو في البحر وده نقطة مهمة جدا وشرق وغرب كلام ده متفق عليه بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية القوات الجوية الأوكرانية تقريبا شبه مش موجودة وبالتالي استداف القوات الأوكرانية على الأرض من صواريخ الأرض أو الطائرات أو المسارات الروسية طبعا نحن شايفينه النقطة المهمة أن الاستعاد عن ذلك مش بنسبة كبيرة ولكن بنسبة يعني الحقيقة تكاد تكون مقبولة هو الطائرات بدون طيار طبعا سعرها رخيص جدا مش محتاجة تدريب عالي ولا فترات تدريب طويلة يمكن استخدامها داخل الأراضي الروسية وده نقطة مهمة جدا لإقناع المواطن الروسي أنه يمكن الوصول إليه ويمكن نقل المعركة إلى داخل روسيا مثلما المعركة الداخل أوكرانيا بتهز صورة القوات المسلحة الروسية وأيضا تقنع المواطن أن منظومة الدفاع الجوي الروسية غير مجدية مع هذا النوع من الطائرات بترفع معنوات القوات الأوكرانية بالطبع والأوكرانيين فأنا شايف أن هذا الشكل بتم استخدامه بصورة مكسفة جدا وبحق مهم جدا من بعد الحرب والاقتصاد في القوة لكن عيبه أنه لا يحسن المعركة للقدرات التدميرية للطائرات بزونتر قدرات بسيطة جدا قليل يمكن أن تشيل ساروخين كمبلتين مثل طائرات القتال في مجمل الأمر أنه من المتوقع مستقبلا زيادة استخدام الطائرات بزونتر من روسيا أو أوكرانيا لكن لا تحسم الحرب لكن تضع المواطنين المدنيين باستمرار تخت ضغط ترجمة نانسي قنقر